اختتمت فعالية مهرجان أسوان الدولي للنحط في دورته السبعة والعشرين بمدينة أسوان بمشاركة خمسة نحطين مصريين وخمسة أجالب من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والهند وسودان واستمرت أعمال الورشة خمسة وخمسين يوما وهو الوقت المحدد لانتهاء جميع الفنانين من العمل الفنية الذين يقومون بتنفيذه من خلال تطويع الجرانيت لأناملهم وتشكيل لوحة فنية تعكس إبداع الفنان وتظهر مهارته الفائقة دي أول تجربة لها في عمل تمثال من الجرانيت العمل كان صعب شوية لأن خامة الجرانيت دي خامة سلبة قوي وخامة يعني تراسية حية وخامة معمرة من عمر الأرض يعني بقالها ملايين السنين الشغل بتاعي بيعبر عن الحياة نفسها ومبعث الحياة ومفتاح الحياة ودائرة الحياة نفسها أنا لوران موران دعيت من قبل صديقي دكتور علي سالم مشروعي يعبر عن مكينة موتوسيكل حيث يحتفل بمرور مائة عام على صناعة الموتوسيكل العمل يعبر عن موتور يدور حول الزمن من الماضي والحاضر كانت من الأشياء التي أحبها